المنطقة 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 لإعطاء المنطقة لأسر بيرنيتسا المجزرة التي وصفتها محكمة العدل الدولية بالإبادة الجماعية والأبشع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وفي خطوة متأخرة قدمت هولندا اعتذارا لعائلات ضحايا الإبادة الجماعية معترفة بإخفاقها في منع الفضائع التي حدثت لكن عائلات الضحايا اعتبرت الاعتذار الهولندي جاء متأخرا جدا وحملت القوات الهولندية المسؤولية عن إزهاق أرواح المواطنين البوسنيين الأبرياء بل واتهمت القوات الهولندية بالمشاركة وظلوع في المجزرة وخلال أحداث المذبحة كانت القوات الهولندية مكلفة بحماية المسلمين البوسنيين حيث طلبت منهم متسليم أسلحتهم مقابل ضمان أمنهم إلا أنها سلمتهم إلى القوات الصربية التي قامت بدورها بقتل كل الذكور ودفنتهم في مقابر جماعية بعدها قامت بأعمال اختصاب جماعي بحق النساء المسلمات في البلدة المحكمة العليا في هولندا في إدانة واضحة أقرت في وقت سابق بأن القوات الهولندية كان يمكنها السماح للرجال المسلمين بالبقاء في قاعدة الملاذ الآمن لكنها من خلال تسليمهم قامت بتعريضهم لسوء المعاملة أو الموت على أيدي القوات الصربية الرئيس التركي رجب طيب أردغان بدوره دان محاولات بعض الدول تبرئة نفسها من المذبحة في إشارة واضحة إلى هولندا مشددا على أن بلادها ترفض التقليل من أهمية المجزرة ومحاولة تجاهل أوجاع الشعب البوسني جاء الاعتذار الهولندي المتأخر في الوقت الذي لا يزال فيه ذو الضحايا يسعون لمعرفة مصير أبنائهم وأقربائهم ممن لم يتم تحديد مصيرهم حتى الآن ويطالبون المجتمع الدولي بالعمل على محاسبة جنات وجميع المتورطين بارتكاب مذبحة لم يشهدها التأريخ من قبل